بهدف توفير منصة تنافسية لللاعبين المميزين لعرض مواهبهم وتطوير مهاراتهم وخلق الروح الرياضية والتنافس الشريف بما يسهم في رفع مستوى كرة القدم للشباب في الأردن وتحسين المستوى الرياضي لتعزيز مكانة الأردن على الخارطة الرياضية نظمات أكاديمية آيرس بطولة كأس الأردن للشباب لنحكي أكثر عن هذه البطولة وأهدافها واللي انطلقت منافساتها يوم الأربعاء معنا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأردن للشباب لأي الشوملي مساء الخير وأهلا وسهلا فيك مساء الله يا سيدك أعطيكم العافية يعني مبادرة عظيمة وفكرة كتير فخمة أنه إحنا قاعدين عم نهتم بفئاتنا العمرية ففي البداية خلينا نحكي عن فكرة تنظيم بطولة كأس الأردن للشباب من وين إجاتوا وكيف وليه تم اختيار الفئة العمرية تحت 12 لتكون محط التركيز أول شي شكرا لكم للاستضافة ويعطيكم ألف عافية الفكرة إجت تحديدا لعام 2012 موليد 2012 لأن هذه الفئة ليس لها أي بطولة رسمية في الأردن يعني المهرجان الرياضي هو 2011 و12 و13 ولكن كل الأندية بتركز على الفئة العمرية الأعلى 2011 فوجدنا أنها هي فرصة مناسبة لإطلاق بطولة تهتم في هذه الفئة العمرية والفئات العمرية الأقل لاحقا نحن دائما هدفنا هو إعطاء فرصة للشباب في ممارسة الرياضة وكرة القدم وتحسين مستواهم الأدائي فبصراحة إجت الفكرة أنه من النظم بطولة ما صارت قبل هذه المرة على مستوى عالي من الأندية فكان اختيار الأندية الرياضية الأندية الممتاز أو النخبة كأندية مشاركة في هذه البطولة وتم التجهيز على هذا النحو حلو نحكي عن نظام البطولة وكيف تم اختيار الفرق المشاركة في هذه البطولة عددهم مراحل البطولة المجموعات نحن تم تقسيم البطولة إلى أربع مجموعات ولكن قبل ما أحكي ليش نحن أصرينا على وجود الأندية النخبة وليس الأكاديميات نحن للعلم فقط هناك عدد الأندية الممتازة التي تلعب بالدوري الممتاز ما كان في عندها فئة 2012 كنادي مسجلين في الاتحاد يعني بتتضح لنا أن بعض الأندية قامت بعمل اختبارات لبوليد 2012 حين أعلننا على هذه البطولة عملوا اختبارات وشكلوا فرق يعني احنا أعطناهم الدافع للاهتمام بهذه الفئة وتسجيلها في الاتحاد لأن احنا شرط من شروط هذه البطولة أن يكون اللاعب مقيد في النادي حتى نمنع أنه النادي ما عنده لاعبي لسير جيب من الأكاديميات والأندية الأخرى الأكاديميات دائما عندها بطولات ولكن كأندية محترفين هذه هي أول بطولة تجمع الشمال والجنوب وكل الأندية سواء الوحدات الفيصلية الرمثة الحسين إربد الصريح مغير السرحان كل هذه الأندية اللي ما تلتقي مع بعض من خلال الأكاديميات جمعناها في هذه البطولة بالإضافة إلى الأندية الأخرى الجزيرة الأهلي مش رح نسميهم كلهم تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات عملنا قرعة وعملنا قرعة وتم توزيحهم إلى أربع مجموعات بتأهل كل تنين من كل مجموعة وهكذا لوصول إلى المباراة النهائية جميل حكيت شوي عن أهداف هذه البطولة يمكن حكيت هدف واحد أكيد هي الأهداف من وراها كتير كبيرة لا تعد كيف بتساهم أيضا بدنا نحكي عن الأهداف وكيف تساهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف شوفي أختي أنا بدي أحكي شغلة كتير مهمة نحن كسبورتس إفنت مانجمنت قبل حوالي يمكن ثلاث أسابيع كنا استضفنا مدربين نادي أتلاتيكو مدريد في الأردن موليد وهو مدرب لفئة 2012 ومدرب آخر هو مدرب مساعد المدرب الفريق الأول للسيدات تم اطلاع على التجربة تبعتهم فهذا مدرب الـ 2012 عم بيقول لي أنه هو عنده بفريقه بالدوري ثلاثة فرق ثلاثة فرق A B C وفعم بيشرح لي بيقول لي أنه الفرق بين اللاعب الموجود بA واللاعب الموجود بC هو فرق منتلتي فقط عقلية لاعب تنظيم المهارات تقريبا أي لاعب وصل لمرحلة أنه يتسجل في كشفات أتلاتيكو مدريد بيقول لك هو لاعب مميز فنحن كيف نطلع على اللاعب بعقليته الاحترافية بعقليته في روحه داخل الملعب في انضباطه هل هو كوتشابل يعني في عندهم شغلات تانية غير الأساسيات في هذه المرحلة من المراحل ما بتطلع فقط على المهارات أنا بيقول لك أي لاعب بده ييجي على هاي المرحلة هو لاعب مميز بس كيف بدي أختار فلان وعلان تنطبق شروط غريبة جدا ما كنت أتوقع فيها لاعبين 2012 عندهم محلل أداء الفريق يجي محلل أداء أول يوم يجي عندي بالتدريب وقال لي عندك درون طلعت عليه وقلت له لا أنا عندي كبر التلفون يا دوب فهلأ حاليا عمالنا نشتغل على تطوير هذه الأمور ولكن إذا نطلع على هم إيش عم بيسوا هم عندهم بطولة 2012 رسمية وعندهم بطولة 2014 عندهم 2015 فهم ببلشوا الأندية عم بحكي مش كأكاديمية الأندية تبدأ بالاهتمام في هذه الفئات العمرية ومشاركتها في بطولات حتى توصل لعندهم زي ما بنحكي نحن دايما أنه هذا عنده عقلية الفوز هذا عنده روح رياضية عالية لأنه مبلش بطولات من هذه العمر نحن هون في الأردن لازم الأندية تبلش تهتم بهذه الفئات العمرية يعني أنا الأندية الكبرى يعني عندها مدارس كروية عشان ما نظلم عندها مدارس كروية ولكن مدارس كروية بتكون عادة في أعداد كبيرة وبيختاروا منها بعض اللاعبين يمكن ببلشوا يطلعوا فيها ولكن كتنافسية هناك بعض الأندية فقط اللي عندها هذه الفئات وتبدأ في تجهيزها والصرف عليها يعني كلباس كزيكة هو عدد قليل نحن نتمنى أن هذه البطولة نبهتهم على أهمية هذه الفئة العمرية ونبهت الناس على وجود التنافسية شو ممكن تسوي هي الثقافة كمان في النهاية أنت لما تبلش مع الفئة بهذا العمر كتير أسهل أنه أنت تشكلها بثقافة كرة القدم وثقافة التنافسية والروح الرياضية وحتى المهارة بتخيل عند اللاعبين من هذه الفئة العمرية كتير صح أنك تبلش تشكلها من بدايتها بالطريقة الصحيحة شوفي ستي أنا اللي بدي أرجع أأكد عليه بس نحن حتى المجتمعنا مع المدربين قلنا له حتى بنا نعلمهم ثقافة كيف يحكم على الإعلام ثقافة كيف بستخلص المباراة يسلم لذلك نحن طبعا مشكورة قناة رؤية هي عم تعمل بث مباشر لهذه المباريات هذه لأول مرة يمكن في الوطن العربي في بطولة دولي بطولة لهذه الفئة العمرية هي بث مباشر يعني أنا عم بشوف الأولاد قاعدين في الملعب وفاتحين على رؤية وبحضروا المباراة عشان يسمعوا التعليق فهذه ميزة وميزة للمدربين لمشاهدة أخطاء الفرق لأنه بهذه المرحلة إحنا ما في عندنا لا درون ولا كامب ولا إشي تصور فإحنا أعطينا فرصة لهذه الأندية إنها تشوف مستوى لاعبينها بصراحة كتير تفرق والثقافة الفوز والخسارة إذا تقبلوها من هلأ الأولاد بكرة بستكبر معاهم بتصير عندهم نحن نحكيها بلت إن منهم وفيهم خلص تنزرع فيهم بصير الإش الطبيعي الإش الطبيعي هذا إنك بس تخسر تروح تسلم بس تفوز والإش الطبيعي اللي رح يصير عندهم هي روح القتالية أنا من عمر عشر سنين وأنا بلعب يعني بلعب أنا لاعب الفريق آيرس عم بلعب ضد الفيصلي تعود على هذا الاسم مش بكرة بأول مباراة لما يصير عمره 14 سنة بده يخاف يعني إحنا أنا مثلا بفريقي هاي السنة بآيرس واجهنا هاي المشكلة إنه إحنا لسه إحنا صرنا سنة ونص يعني لسه ما صرنا فريق بقدر ينافس لقلة المشاركات وقلة المباريات فهذا درس لإلي كمان أنا في زيادة عدد المباريات زيادة عدد المباريات فما بالك هذه الأندية يعني أنا مش متخيل إنه النادي عم بستنى اللاعب لا يصير عمره 2011 لا يقيده في النادي طب من أول وين كان؟ هل كان في أكاديميات تانية؟ طب هل الأكاديميات التانية عم بتدرب بنفس المنهاج أو الفكر أو الفلسفة أنت بدك هاي الفلسفة يجيك واحد فلسفة مختلفة وترجع يتعدل فيها وعمره 13 سنة يعني أنا أعتقد هذا يعني خط أحمر لازم الكل ينتبه عليه نحن بنبني فلسفة النادي من نصف يعني أنا بدي أحكي لك عن تجربة أتلاتيكم أدريد لأنه كتير بتهمني تسمعوها الناس جميع الفئات العمرية تمشي على النهج اللي حاطه المدرب الفريقي الأول على نفس طريقة اللعب على نفس الفلسفة عشان يكونوا كلهم نفس لأنه بنهاية الفئة العمرية بدها ترفض الفريق الأول من وين بدك تجيب لعبين بالنهاية لما يكون ابن النادي من الصغر هو اللي بيطلع وبيكمل معاك للآخر على نهجة وعلى يعني ما علمنا به وشفنا دوكيومنس وشفنا كيف بيحلل وشفنا كيف يعني بيحلل المباراة لعمر 2012 بيصلح له الأغراط من هلا مش بس لما يكبر يعني إحنا هادي يعني لازم الكل ينتبه عليها فما بالك أنه بقولك مثلا سيموني بأتلاتيكم أدريد بيحط الخطة العامة ويجتمعوا المدربين الفئات العمرية وبتم توزيحها على كل الأندي يشتغلوا على هذا النهج فهذا الشاب اللي عمره 8 سنين عم بلعب بروح أتلاتيكم أدريد فلما يطلع على الفريق الأول بيكون بنفس هذه الروح بيكون جايبين من واحد بيجيبوا اتنين تلاتة بكرة بس يكبر ولكن بيكون في عندهم طبعا أنا بشجعش أتلاتيكم أدريد بس هاي تجربة هذا شغل وتجربة هذا تجربة تبادل خبرات هذا عشان تكون يبصوا طب مين بتشجع الجار الجار هاي على نفس الخطة على نفس الخطة هاي أكيد تنظيم مثل هاي البطولة فيه إلو استعدادات خاصة وتحضيرات خاصة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشأة اللي عم بتصير فيها المباريات فكيف كانت هاي الاستعدادات يعني بصراحة نحنا قمنا بتجهيز ملعبنا حديث نحنا ملعب الموجود عندنا اللي هو ملعب 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 ولكن احنا الملعب عندنا مجهز بطريقة كويسة فما تغلبنا فيه كبنية التحتية ولكن الاهم من التجهيزات للبنية التحتية لانه قنات نحنا شوية الامور كانت جازة هي التجهيزات لهذه البطولة واشراك الفرق جميعا لانه مش سهل انت تسوي بطولة يشاركوا فيها زي ما قلتلك من الشمال والوسط والجنوب بهاي الفئة العمرية يعني يعني بدي احكي امثلة انا بس شوي هي يعني واقعية محرجة يعني الاندي بتقولك بس انتبه ليكون في عندنا مباراة للفريق الاول في نفس اليوم لانه ما فيش غير حافل اطباص يعني جدول كان كتير علينا شروط ما تعمل هيك اعمل هيك تعارض يعني فكانت في محددات شوي بدنا يعني نتمنى انها تنحل يعني هذا اكبر مثال على انه ما يكون عندنا مباراة ما يكون فيه للفريق الاول مباراة عشان الحافل خاصة للناس اللي مسافرين برا من جاين من محافظة تاني من محافظات يعني في واجهتنا يعني هاي وحدة من التحديات والصورات ما رح نذكرهم كلهم بس هاي يعني أبرزها مش مفروضة تكون يعني للأسف انا بحكي يعني انا احترامي انا بعرف انا ابن الرياضة وبعرف هذه موجودة مش مش جاين من الفضاء انا بدي اعمل رياضة بخمس دقايق هاي موجودة التحديات التحديات هاي اكتريتها تحديات مالية لكن يجب ان يضع خطة خطة قصيرة مدى خطة متوسطة مدى خطة طويلة اللي أندية حتى علاج هذه الفئة أكيد المعضلة طيب لأي يمكن حكينا عن الفوائد اللي رح يجنوها اللاعبين من خلال مشاركتهم بهاي البطولة أو غيرها من البطولات اللي ان شاء الله انه هاي تكون مثال والكل يحتذي فيه ويصير في عندنا بطولات اكثر من هذا النوع لهاي الفئة العمرية الاندية المشاركة بالبطولة شو الفائد اللي بتعود عليها فائد على المدى القصير او على المدى البعيد على المدى القصير ما هو يعكس على المدى البعيد خاصة بالرياضة المدى القصير يعكس على المدى البعيد لأنه إذا أنت ما اشتغلت على المدى القصير ما رح يكون فيه عندك رؤية للمدى البعيد أكيد فعلى المدى القصير الاندية اضطرت تشكل فرق 2012 وتسجلهم بالاتحاد الأردني اندية عريقة ما كان فيه عندها هذا وحتى هلأ نحنا في اندية ما عندها لاعبين جابت لاعبين من محلات تانية غير مقيدين يعني هلأ نحنا عندنا في بيب البطولة فيه لاعبين غير مقيدين أي حدا بقدر شوفهم من الاندية المميزة بقدر يوقع معاهم الأهم من هذا كله اللي أنا كتير فرحت فيه اليوم حضور كشفين من قبل الاتحاد أرضي لكرة القدم شافوا اللاعبين في سن مبكرة شافوهم بتنافسوا مع بعض على أنت لما تلعبي 2011 و2012 2012 بيكونوش بمبينين زي 2011 السنة البيولوجية والفيزيولوجية وكل التغييرات الجسمانية بهاي الفئات العمرية بتفرق يعني أنا عندي لاعبين مميزين 2014 لعبين زي 2015 لما تلعبيهم مع الـ 2012 بتقل إبرازهم عنهم مميزين يمكن أحسن من الـ 2012 لذلك يعني أنت سبقتيني بالخطة التي تليها بفضل الله ونجاح هذه البطولة نحن نفكرين السنوات القادمة ننزل على الفئات العمرية حتى يكسب الكل جميع اللاعبين ونجبر كمان أنا ما بحب أسمعها نجبر نعطي فرصة للأندية بأنها تشكل فرق أندية وليست أكاديميات تشكل فرق 2014 2015 وتشارك فيها كنادي وليس كأكاديمية أو كمدرسة نحن الأكاديميات في الأردن لدينا ممتازة عشان ما أحكي أي إشي سلبي هي ممتازة ولكن الأكاديميات بتدرب بفلسفتها اللي هي تراها مناسبة وفي مرحلة معينة بتوقف ما بتكمل لأنه مش كل الأندية عندها فريق أول مش كل الأكاديميات آسف فأنت في مرحلة معينة ستنة رح يرجع يروحوا على الأندية بفلسفة أخرى بتدريب آخر بفكر آخر غير لأنت تتمنى أعتقد أنه لازم يكون هذا خط أو جرس نحكي للأندية أنه تعالوا يا جماعة أي نعم فيها تكليف ولكن كلها عائد للكم نتذكر أنه لما نحكي نادي يعني نحكي ليش مثلا بإسبانيا الفريق اللي ما منحبه أتلاتكم أدريد عنده 2012 تلات فرق ستي تلات فرق إن شاء الله نوصل هاي المرحلة هاي بجهودكم بدها شغل كتير وبدها تصميم بس هاي نأخذنا الخطوة الأولى الخطوة الأولى إن شاء الله تكون كويسة إن شاء الله والحمد لله يعني من الكلام اللي حكيتوها بلشنا لسه البطولة بأول كم من يوم لإلها وعم نشوف نتائج بوجود الكشافين هذا أكيد بعكس إنه البطولة في إلها تأثير إيجابي كل التوفيق يعطيكم ألف عافية على هاي الجهود قبل ما ننهي الحلقة بنا نقول طبعا كل حدا بيقدر يتابع مباريات بطولة كأس الأردن للشباب على موقع رؤية تيفي وعلى تطبيق رؤية تيفي فتابعوها لأنها عن جد بطولة كتير حلوة وفي مواهب كتير كبيرة موجودة سواء من فرق الأكاديميات أو حتى فرق الأندية أنا بس بدي أضيف قبل ما أودعك على المدرج الأم عم تحضر ابنها وفاتحة على رؤية بتحضر في التعليق عشان تسمع شو بيحكي المعلق على ابنها وإذا حكى إيجي بتروح جنبه بتقول له اسمه مشيك فإيه فرحة كبيرة حل الأولاد بروحوا بيحضروا مباراتهم هذا إشي يعني أنا لعبت كرة قدم 12 سنة وأيامنا لما كنت ألعب أنا عندي مباراة واحدة فقط مسجلة اللي هي نهائي كأس الأردن الفيصلي وحدات سنة 96 أنا لعبت 14 سنة عندي فقط مباراة واحدة اللي كان زمان بس ينبث النهائيات على أيامنا كان فقط النهائيات أو مبارتين مهمات فما بالك هذا اللاعب اللي 2012 بلش يصير فيه عنده سجل يصير عنده بروفايل لأنه كل اللاعبين يجب أن يكون عندهم بروفايل يستخدم لاحقا كل الاحترام لإليك وليقناة رؤية بالعكس يعطيكم ألف عافية إحنا شركاء شركاء وأطول الطريق أعطيت البطولة قوة وأعطيت البطولة فعلا اهتمام إعلامي شكرا لإلكم ويعطيكم ألف عافية وشكرا لإلك لحضورك معنا شكرا لأيك